كيف حضراتكم؟ ماذا؟ يا رب تكونوا بخيروا في صحة جيدة طبعاً الذي ظهر قدامكم دلوقتي هو موقع جمرد الشهير وطبعاً كلكم عارفون اللي امتبعني أن أنا مهتم موقع جمرد وشغال عليه بقالي سنين طويلة في بيع المنتجات الرقمية أو حتى استغلاله في العمل عليه كدروب شبنج طبعاً أنا عملت حلقات كيف تستغل موقع جمرد في دروب شبنج عملت حلقات كيف تستغله في بيع المنتجات الرقمية ولكن النهاردة جاي أشارككم مع حضراتكم أسهل منتج الرقمي تحقيقاً للأرباح أسهل منتج الرقمي مش بياخد أي وقت على الإطلاق من حضرتك لو أنت موظف لو أنت طالب فالحلقة دي مناسبة جداً لك في العمل والتطبيق لأنها فعلاً ما بتاخدش منك غير شغل ربع ساعة نصف ساعة في اليوم لو أنت عاوز تكسب شغلك وتثبت وجودك في المجال اللي أنا جاي أنقله لحضرتك في حلقة النهاردة حلقة مجانية تماماً بدون أي رسمية على الإطلاق بدون أي خبرات على الإطلاق عاوزك تستمتع معي وتعتبرها أن هي حلقة لطيفة خفيفة على القلب كده اعتبرها ريحلة بسيطة هتوصلك بإذن الله تعالى مع الاستمرارية لتحقيق أول 2000 و 23000 دولار كمان من بيع المنتجات الرقمية وخصوصاً بالتخصص في المنتج الرقمي اللي أنا جاي أكلم حضراتكم عليه النهاردة من غير كلام كتير يلا بينا نتعرف على المنتج الرقمي اللي أنا حابب أركز عليه في حلقة النهاردة واللي أنت هتعامله بأسهل طريقة ممكنة كمان عاوزك تتطمن لأن موقع جمرت بيقدم لك طرق سحب للأرباح ممتازة جداً مناسبة جداً مهما كانت دوليتك مهما كانت البلد اللي حضرتك عايش فيها أو منطقتك ما عندكش أي مشكلة هتواجهك بإذن الله تعالى يلا بينا ننتقل الآن إلى المنتج الرقمي اللي هنتكلم عليه وإزاي بنقوم بإنشاءه وإزاي بنحدد سعره ونبيعه ونحقق أرباح من وراء بإذن الله تعالى يلا بينا نبدأ ما تنساش اللايك الجميل واشتراكك لو لسه أول مرة بتشوفني وتفعيل زر الجرس عشان ما يفتكش أي جديد بينزل أول بأول كمان ما تنسوش الجيفة وإيه الإسبوعية اللي قمتها عشر دولار بتقدم لفائزين اتنين كل فائز بيحصل على خمسة دولار بيتم الإعلان عنهم كل يوم جمعة من كل أسبوع والس 11 ونص مساء على قناتنا على تليجرام والفيسبوك بتلاقي اللينكات بدايتم في صندوق الوصف والشروط الجيفة هوية اللي اللي حابب بيشترك فيها إن حضرتك بتعمل لايك للحلقة واشتراك بالقناة تفايل زر الجرس وإنك تجاوب على سؤال المسابقة اللي بيبتدأ تروح بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة فخليك منك سكوائز جدا لأن الحلقة دي مهمة جدا ثانيا عشان بتفورش سؤال المسابقة اللي هبتدأ تروح بشكل عشوائي يلا بينا نبدأ تمام شباب لازم كلنا في الأول نبقى متفقين على قاعدة أساسية للنجاح في مجال الربح من الإنترنت خصوصا في بيع المنتجات الرقمية ألا وهي إيه القاعدة دي؟ ألا وهي إن لازم حضرتك لما تيكي تشتغل على منتج أو بتبيع حتى خدمة أو أيا كان الحاجة اللي انت بتفيد ان انت أتبيعها وعاوز تربح من ورها لازم تتأكد إن هي على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد إن المنتج ده أو السلعة دايماً بتتباع دايماً للناس بتدور عليها ودايماً بتشتريها بحيث إن هي ما تبقاش حاجة موسمية أو حاجة الناس بتشتريها فترة مؤقتة وبعد كده بتستغنى عنها وبالتالي عشان أنا أنجح زيما ظاهر قدامك على الشاشة وإنت تنجح أيضاً هوريك أيضاً أمثلة ظاهرة قدامك على الشاشة هنشوفها دلوقتي مع بعضينا إنها بتبيع المنتج ده وبتطل إن هي تحاول من وراء أرباح كويسة جداً وده اللي هينقلنا للموقع الثاني هو موقع اتسي رائع جداً أصدقائي دلوقتي أنا على موقع اتسي على أحد الأشخاص اللي بيبيعوا منتج رقمي خاص بصفحات التلوين وخلي بالك هنا الموضوع سهل وبسيط ليه هو بيبيع بس ست صفحات تلوين خاصة بالفروتس أنا هنا بتكلم عن نوعية معينة من كتب التلوين أو صفحات التلوين هي مش كتب هي صفحات تلوين اسمها الكالرينج بيجيز طيب هو هنا الراجل ده بيبيع بس ست صفح في ملف بيدي اف 8 دولار و13 سنت عنده أكتر من مئة مبيعة هنا اتسي آخر حاجة بيحددها هو عشان بلص ناس حطها في الكارتنز بتاعته ولكن لا هي بتكون معدلية المية والمئتين مبيعة كمان للمنتج الرقمي ده طيب الشخص ده عمل أرباح كويسة جدا طبعا عمل أرباح كويسة جدا لأن الشخص ده تقييماته بس 2843 يعني الشخص ده بيلعب في حوالي الخمس تلاف مبيع هنشوف دلوقتي أرباحه الشهرية عاملة ازاي بس خلينا نشوف مثال تاني بالأرقام وبالدليل كمان لو انت مش عاوز تشوف أرقام مبارك مش معترف بيها خلينا نشوف الناس اللي شغال ايضا في المجال ده واحد تاني برضو شغال في كتب التلوين عامل حاجات بسيطة جدا مكونة من 30 صفحة بس 30 فروت ك يا جماعة ده بيخليك متخصص في نتش معين في صفحات التلوين دي بدل ما انت بتعمل صفحات تلوين مثلا للعربيات صفحات تلوين للخضروات صفحات تلوين للأرقام للحروف الأبجادية لا انت هنا بتتخصص بس صفحات تلوين خاصة ببس الفواكه اللي هي الفروتس ممكن تعملها بجزة طريقة نشوفها مع بعض دلوقتي ولكن تعال مع بعض ايضا نشوف مثال تالت معنا ده مثال برضو شخص عامل القواي فروتس وده اللي انا هشترحه معاك النهاردة لأن القواي فروتس د بقى مميزة يا جماعة يعني احنا مش بنعمل بس شكل كده وخلاص للفاكه لا احنا بنخلي الطفل يستمتع وهو بيلون الاشكال بتاعته خلي بالك هو هنا خمسة وعشرين صفحة فقط لغير يعني انت بتتكلم واحد عامل ست صفحات واحد عامل تلاتين صفحة واحد عامل خمسة وعشرين صفحة حرفيا الشغل دوت انت بتعمل الخمسة وعشرين تلاتين صفحة دي بالزبط بالزبط في عشر دقائق يبقى انت في اليوم ممكن تعمل حوالي تلاتين بلاش تلاتين مش مش عاوز اصع عليك كان لنا نقول ان انت تقدر تعمل عشر ملفات كل ملف منهم بيحتوي على سعر مثلا اتنين دولار دولار ونصف وتحقق مبيعات كويسة جدا جدا زي اللي انا بحققها وانا طبعا على جمرة مش شغال بس على المنتج الرقمي ده على منتجات كتيرة اشار حتى قبل كده ولكن من افضل المنتجات تحقيقا للارباح واللي مش بتبطل ابدا هو منتج تلوين صفحات للاطفال خصوصا انتش المتخصص به الفواكه طيب يا مبارك ازاي ان نقدر ننشئ صفحات تلوين دي السيستم او بال الستيل اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي يلا بينا نشوف مع بعض ونطبق عمل ونشتغل الموضوع استهلي جدا لا تقلقش افرد ظهرك كوبيتي شاي جميلة واسلام تعلنية حلقة لطيفة جدا فعلا طيب شباب الموكع اللي هتساعدني ان انا انشئ صفحات التلوين بتاعتي بشكل رائع جدا واحترافي جدا باي ستايل انا حبه هو موقع ريكرافت موقع ريكرافت بفضل الله انا كاللية الاصباقية في مجال الربح من الانترنت ان انا اعتمد عليه واشرحوا لحضراتكم والحقيقة ناس كتيرة جدا جدا بفضل الموكع ده وبفضل ربنا في المقام الاول ادريت انها توصل للاهداف بتاعتها وادريت انها تحقق اول مئة وامتين والف دولار كمان ملع على الانترنت بقرأ الت تعليقات دايما وبقرأ الرسائل بشكركم شكرا جزيلا وفرحان جدا لحضراتكم وده اللي شجعني ان انا عمل الحلقة دي ايضا بطريقة مختلفة وبطريقة اخرى طيب دلوقتي الموقع ده جماعة بيديك في اليوم خمسين كريدت لو انت عملت الرفير للموقع دوت ببساطة جديدة تبتدي ان انت تاخد من وراء الناس ان انت بتجيب هدية كريدت اكتر يعني الموقع بيقولك تشتغل عندي مدى الحياة طبعا الكريدت دي بتجدد كل اربعة وعشرين ساعة بيكون عندك كريدت تتانية طيب دعنا نعتبر ان انت مش عاوز تجيب اي اه مش عاوز تعتمد على الاحالات هيكون والي يكون الهدف بتاعك ان انت بتعمل خمسين تصميم او خمسين صفحة في اليوم هتعمل بيهم ملفين اتنين او كمنتجين ملف مكون من خمسة وعشرين صفح التروين وملف تاني مكون من خمسة وعشرين صفح التروين وتقفل اليوم بتاعك على كده وشكرا تقدر الملف بتاعك على جملت وتروح تكمل يومك عادي جدا جدا ولكن خلي بالك لان انا هشرح لك طريقة مهمة جدا تساعدك في ت ضمن تحقيق الارباح دي لحضرتك فاركز معي اول حاجة احنا هنا بنتكلم عليها ونشرح ايها طبعا انا بسيب لك اللينكات كلها بسندوق الوصف موقع بتسجل عليه بالاميل بتاعك عادي اول ما بتخش بتلاقي دي الصبحة لقدامك بتدوس على علامة الزائل الكبيرة اوي دي بالشكل ده بعد كده اصدقائي عاوزكم تيجوا على كلمة image وتدوسوا عليها هيبتد ان هو يديك الwork space اللي انت بتبتدي تحط التصميم بتاعك عليها طيب بالنسبة لنظام التصميم بتاعنا هبتدد ان انت تدوس على الاختيار ده كده وعاوزك تيجي من فوق تختار rejoice with it if we have version 3 فلا انا عاوزك تختار rejoice with it with this feito الج woe بعد كده صديقي عاوزك تختار الاختيار ده التي هو اسمه... ليعمب اختيار اسمه اللاين ارت تبايب سقول لهант To apply بجمع نسبة ان اي ci400 او اي وصف انا سأض Indeed this sopERS and apply continue when youuggle it with you ليم نسبة كما تشاهل تصل على أفلك ماذا باب هشان كما انت涵 ظاهد في الـ style יל الطفل سيدر بنظر ان هو يلون اي تصميم انا بحضوره هنا طيب هنيجي دلوقتي الجزئية مهمة احنا عندنا دلوقتي خمسين كريدد في الموقع وزي ما اتفقنا عاودينا نعمل بيهم خمسين تصميم مقصمين على ملفين رقميين نقدر ان احنا نبيحهم طيب معنى كده ان انا محتاجي عندي في ذهني او عندي في الورقة بتاعتي او ملف في الورد بتاعي خمسين بروميت اقدر ان انا اعمل بيه التصميم بتاعتي ده بيودينا الشاتجي بيتي يا شباب وزي ما حضراتكم شايفين معي ابتديت ان انا اطلب من الشاتجي بيتي بقوله ان انا عاوز اعمل مكون من خمسين صفحة كل صفحة فيها فكهة مختلفة قابلة للتروين زي ما اتشاف اداني خمسين فكرة ولكن مش مديني البروميت اللي انا لكل فكرة من ديه اقدر انشئ بيه التصميم بتاعي فجيت بعد ما خلص لي الخمسين فكرة بتوقت له خلاص لكل بقى فكرة انت عملتها او لكل وصف انت عمتوري اداني لو سمحت بروميت اقدر من خلاله اقدر انشئ التصميم بتاعي القاب للتروين وخللي بالك البروميت دي كلها هتلاقييني سيبها لك في صندوق الوصف او على الفيسبوك او على التليجرام فتأكد ان انت دايما بتتابعني على الفيسبوك والتليجرام بتلاقي انكالب بتاعتهم في صندوق الوصف على سبيل المثال خللينا نبدأ باول تصميم الخاص بالتفاحة فباخد كده البروميت بتاعه اللي هو الذهوني وارجع تاني على موقع الكرافت واحط الوصف بتاعي في الجزئية دي طبعا سيلي المقاس مربع واحد لواحد ما تعملش اي حاجة بس عالي الديتيلز د خليها هاي او اكستريم بس انا بفضل ان هي تبقى هاي بديني نتيجة دايما مرضية بالنسباني بعد كده بقوله الكرافت والانتظر لما يخلص طبعا هو بياخد بالزبط خمس ثواني ست ثواني هتلاقي التصميم بتاعك الجاهز رائع جدا شباب زي ما انتم شايفين معي الموضوع سهل وبسيط ابتدنا ان احنا نعمل تصميم خاصة بالفروتز قابلة للتروين ولكن بالنظام او بالستايل الخاص بالقواي بص معي قواي ستايل قابل انا عامل هنا بنظام القواي طبعا الستايل بت يقدر يلون جوه الشكل او تصميم اللي انا انشأته يا شباب هلو اوي فده كده بالنسباني دي اول تصميم من الخمسين تصميم عاوز اعمل تصميم تاني باجي كده من فوق وادوس عليها بالشكل ده واجي اعمل او ادوس هنا في الحطة الفاضية اداني برضو ووركس بيس اقدر ان انا اصمم بيها برجع لشات جبتي ناخد مع بعض التصميم او الوصف التاني عفوا نرجع تاني نحطه هنا في الريكرافت بعد كده باختاري الستايل بتاعي مرة اخرى زي ما اتفقنا اختاري لائنت ارت اقول له ابلاي بنخالي دي هاي وهقول لك طريقة دلوقتي عشان متعودش في كل مرة تقرر الموضوع بس انا بشرح مرة تانية للاستفادة بالنسبة لحضراتكم بعد كده هقول له طبعا هي ثواني معدودة وبتلاقي التصميم بتاعك محطوط رائع جدا اصدقائي فان عندي هنا التفاحة بنظام القواي عندي هنا الموزة او البنانة بنظام القواي طبعا انت دلوقتي مش عاوز كل مرة تبدل تعمل من الفوق تحطي الاعدادات بمنطقة البساطة انا باخد نسخة كده من التصميم ده اصبح ان هو التصميم التالي ده محتفظ بنفس الاعدادات كل ما ا انا هعمله ان انا برجع كده واجيب الفاكهة التالتة معي اللي هي الفراولة ونرجع نحط هنا الوصف بتاعها بس فقط لغير واقول له ريكرافت يبقى انا هنا اختصرت على نفسي فكرة ان انا في كل مرة هبتدي ان انا احط الاعدادات من اول وجدير يبقى انت زي ما انت شايف معي انا في كل مرة ببتدي ان انا اخد من الكريدتس اللي فوق بالفعل اداني برضو تصميم للفراولة رائع جدا التصميم ده حلو جدا جدا وهكذا وهكذا هبتدي ان انا اخلص حوالي 10-15 كده تصم زي ما حضرتكم شايفين اترنا بموقع ريكرافت ننشئ 10 تصميم انا بضبط والله ما خدتش فيه بخمس دقايق خمس دقايق كنت عمل عشرة يعني في العشر دقايق انا خلاص عملت اول كتاب او اول ملف مكون من 25 ملف تلوين للاطفال بنظام الكواي الخاص بفروتس خلي بالك انت مش نازم تاخدها قاعدة بالنسبة لك بالنسبة لحلقة النهار ده عاوز ان انت عادي جدا تعمل تصميم لأي حاجة تانية في دماغك مفيش اي مشكلة عاوز تعمل للحروف الافجدية للارقام لأي حاجة تيكي في دماغك مفيش اي مشكلة ولكن انا بالنسباني النوعية دي من التصميم هي اللي بتحقق ارباح معي ممكن ما تمشيش معاك جرب تصميم مختلفة مفيش فيها اي مشكلة المهم ان انت بقى عندك الادوات عندك الافكار اللي بتساعدك ان انت تشتغل في المجال ده بدون اي مشكلة على الاطلاق طيب انا خلصت كل اموري هنا في المنتجات دي او التصميم بتاعت دي عفوا فبابتدي دوس كريك يمين عليها اكسبورت اس ونزلها جي بي جي بتنزلها جي بي جي حتى لو هي خلبيتها بيضة مفيش اي مشكلة نزلها زي ما هي رائع جدا شفاب دلوقتي انا عندي العشر تصميم بتوقع على سبيل المثال طبعا انت الملف الواحد بتاعك هيحتوي على خمسة وعشر تصميم ولكن انا عشان وقطة حضراتكم فباخد مثال بعشر تصميم فقط طيب العشر تصميم دول انا خدتهم كده هابتدي اروح فين هنروح على موقع كنفا وعاوزك تكتب كده في السيرش وانت على موقع كنفا كالرينج بيجز بعد كده نختار كريت بلانك هنشتغل على السادة مش هناخد اي تصميم او تمبلت موجود على الموقع نفسه وابتدي ان انا هنا وانا على البلانك ده اجي من على الخنة بتاعة ابلودز من عشر مال وارفع كل تصميم بتاعتي فب شباب رائع جدا دلوقتي انا عندي خلاص اول صفحة طبعا انا سببها لان انا هنا هحط كفر للملف بتاعي لازم طبعا يبقى عندك كفر للمنتج الرقمي بتاعك فدي انا هقول لك انا بعمل فيها اي دلوقتي دي اول صفحة اللي هي فيها الابل بعد كده تاني صفحة لازم تبقى فاضية لازم تبق فاضية لان الطفل اللي بيجي يلون بتسمع فيه الصفحة اللي بعد منها فانت لو حاطت التصميم التاني ولا التصميم الاول هتلاقي ان التروين بتاع التصميم الاول باهت على التصميم التاني وده غلط جدا جدا في مجال المنتجات الخاصة بصفحات التروين لازم تبقى فيه صفحة فاضية ولا تصميم او صفحة ولا كل تصميم انت عمله يعني بص بعد كده صفحة التالتة دي الموزة مثلا بعد كده ولا صفحة فاضية تصميم التارت صفحة فاضية تصميم الرابع صفحة فاضية خامس صفحة فاضية وه وهكذا وهكذا طيب حلو اوي هل انا هكتفي بس ان انا حطيت هنا مثلا التصميم بتاعي لا ممكن اعمل حاجة مبتقرة اكتر اجي كده اجيب التكست اجيب هنا الهيدنج وابتطي ان انا اكتب اي حاجة مميزة تخلي ان انا عامل ابداع شوية ماكنش بقلد الناس وخلاص فممكن اجي كده اكتب this is an وايجي كده اكبرها بشكل ده شوية ووسطانها واخد منها نسخة تحت الكلمة دي كده واكتب هنا قابل بالشكل اللي حضركم شايفينه ده واكبرها برضو شوية كده فاصبح ان انا بقول للطفل ايه بقوله دي والله تفاحة ابتد ان انت لو انه وفي نفس الوقت تعلمته حاجة بقوله دي اسمها تفاحة مثلا طب عاوز اكون مبتقر اكتر واخلي التكست اللي انا حطه على السفحة فتاته يبقى ايضا قابل للتروين ده انت تقدر تعمله عن طريق وبعد كده تختار الاختيار ده تمام عندك الاختيار اللي هو اللي اسمه ده افضل حاجة انت ممكن تشتغل عليه ممكن تتاقل في الخط تتخفف في الخط ولكن خليه حاجة معتدلة بالشكل ده نفس الكلام بالنسبة للقابل هنخليها برضو قابلة للتروين اصبح ان انا هنا فعلا من اول حاجة لاخر حاجة انا ماشي الشغل ابتقي بشكل احترافي نفس الكلام بالنسبة للبنانا انزل كده احط هنا تكست ده كده اه اه اجي كده وسطانها اخد منها نسخة تحت كده واكتب هنا بنانا مثلا خلاص يبقى الطفل هيتدي ان هو يتعرف على اسم الفكهة اللي هو بيلونها وفي نفس الوقت بيلون كل حاجة موجودة في الصفحة اللي قدام وبدل ما هي تبقى صفحة فقيرة فيها بس التصميم وشكرا على كده لا انا بحاول ان انا ابقى مبدع اكتر بحاول ان انا اكون متميز اكتر طيب بالنسبة بقى ليه الكافر محتاجين ان احنا نحط كفر احترافي تعال اقول لك بنعمل حاجة كده ازاي سريعا ايضا في الحالة دي انا بعتمد على شهات جي بيتي في انشاء كفر احترافي بالنسبة لي زي ما انت شايف قلت له انه بالنسبة لي بناء على الكتاب او صفحات التلوين اللي انت اديتاني عشان انشئها عاوزك بقى تعمل كفر مناسب للصفحات دي احنا شغالين على الفواكه فهو ابتد ان هو يديني كفر مناسب للتصميم اللي انا عملتها في الملف الرقمي بتاعي بس هنا لازم نروح على موقع اضافي هو موقع ايديو جرام حطيت هنا بتاعي زي ما انت شايف اداني هنا غلاف بصراحة عندي اربع تصاميم اختار منهم المناسب بالنسباني انا شايف ان التصميم اللي على الاخير اللي على يمين ده هو الافضل بالنسباني شايفه بصراحة ممتع جدا وبيعبر عن محتوى المنتج الرقمي بتاعي فهبتد ان انا ادوس على تلات نقاط دي بعد كده اقول له دوي اللود ونزيلها جي بي جي عندي بعد كده برفحها ايضا على موقع قنفا في الصفحة الاولى بتاعتي اللي احنا محتاجين نحط الكفر بتاعنا عليها فباجي كده على كلمة ابلود ورفع الكفر بتاعي وزي ما حدرتكم شايفين اصبح عندي شغل احترافي الغلاف بتاعي عندي بعد كده صفحات التروين بتاعي بدون اي مشكلة على الاطلاق الموضوع سهل سهل هالموضوع بسيط بسيط جدا جدا هل الموضوع ده ملبح ملبح جدا جدا ووريتك ارقامي وارقام غيري يعني سيبك من مبارك انا ورتك بالدليل والاسبات ارقام غيري ابحث على امازون هتلاقي المنتج ده بحق ارباح وبالمناسبة كنت اعمل حلقة قبل كده زيت بيع على امازون كندل بشكل مجري تماما طيب انت تتفرج عليها طيب هل الموضوع ده يستاهل وقت حضرتك اه يستاهل وقت حضرتك بصراحة مش عاوز ان انت تشتغل عليه انت الخسران فنصيح تريك لا اشتغل واستمر عليه انت اللي هتنجح وهوريك دلوقتي تريكية هتنقلك في حتة تانية في موضوع بيع المنتجات الرقمية وتحقيق ارباح ودي طريقة انا دايما بستخدمها طيب بعد ما انت خلصت المنتج بتاعك على قنفة خلص وخلصت وحطت الفينش بتاعك بدوس على كلمة فايل داول لود وعاوزك تنزلها هنا بدي اف برينت مش بدي اف ستاندرد بعد كده عاوزك تعمل داول لود لها بشكل كامل من هنا طيب شباب دلوقتي محتاجين ان احنا نرجع على موقع جمرد ونلفع بقى المنتج الرقمي بتاعنا ونديله التسعيلها بتاعتنا وهوليك التريكات المهمة قوي اللي بتنقلك في حتة تانية بجد حقيقة والله العظيم في تحقيق الارباح لو انت طبقتها بالشكل الصحيح لو ربنا كلمك فيها فانت فعلا تحقق الارباح كويسة جدا وافهم معي جزئية مهمة انا مجرد سبب لحضرتك ممكن ان انت ربنا يرزقك من خلالي وممكن لا وفي الاول في الاخر ربنا مقدر لنا جميعا ارزقنا بطريقة او باخرى فمش عاوزك تزعل او تضايق لو الموضوع دا ما ننجح معك انت ونجح مع غيرك لا هو كل واحد فينا ربنا قرمه بحتة معينة بيقدر ان هو ينجح فيها ولكن انا هنا قناة تعليمية في المقام الاول والربحية في المقام الثاني عشان حتى لو ما قدبت اشتحها ارباح على الاقل بقى معك ادوات بقى معك افكار تساعدك في النجاح في الربح من الانترنت بطريقة او باخرى طيب اياسف لو انا بتكلم كتير ولكن تعالوا مع بعض نشوف مع بعض ازاي بقى المنتج الرقبي بنروح على كلمة برودكتس وندوس عليها بعد كده اخترنا نيو برودكت طبعا انت بتيجي هنا وتقول له خلاص انت دخلت على برودكتس دست على نيو برودكت هنا هنحط اسم البرودكت بتاعي بعد كده خلاص بقوله ان انا ببيع ديشة البرودكت بعد كده بحط سعر بتاع المنتج تاعي انا بخليه هنا يا جماعة دولار ونص ما بقترش عن كده هو دولار ونص عشان تقدر تنافس وتحقق ارقام هتيجي تقول دولار ونص ده هيخليني يعني اجيب الاف الدولارات ايوة انت كل ما انت السعر بتاعك يبقى زي السعر اللي موجود في السوق وكل ما السعر بتاعك كان رخيص كل مبيعاتك بيت كتير اعتني بيشتري منك الف و الفين و تلات تلاف عادي جدا انت متخيل اصلا الارقام اللي الناس بتشتري بيها الحاجات دي بالملايين حرفيا فانت متستقلش ان السعر قليل بس المبيعات كتيرة فارباح كتيرة في نفس الوقت طيب هاجي هنا احط اسم للبتاعي ولو حضرتكم ملاحظين معي انا كتبتله هنا 25 صفحة تروين دي مهمة جدا جدا ان انت اتتوضح في العنوان بتاع المنتج بتاعك هو مكون من كم صفحة مهمة طيب وخلصت كل حاجة اقوله نكستي تكاستمايز طب شبا بنركز مع بعض في الاعدادات اللي ظهر قدامك ده العنوان ده الوصف طبعا الوصف انت بتجيبه من شات بتقوله والله انا عندي منتج راكمي اسمه كذا اديني وصف لو سمع وده اللي انا عملته بالضبط زي ما انت شايف قلتله اديني وصف للمنتج بتاعي حلو قوي ارجع تاني على جمرد هنا بالنسبة لل يو ار ال لازم تحط الاسم المنتج بتاعك يبقى ظاهر في اليو ار ال او اللينك الخاص بموقع جمرد فانا بمنطقة البساطة هنا هكتب كلها لزقة في بعضيها بعد كده شرطة كل حاجة لزقة جنب بعضيها بس انا هنا بصنف المنتج بتاعي في جمرد حلو قوي بننزل بتحت الكفر طبعا احنا كنا عملنا كفر على ايديو جرام الخاص بالمنتج بتاعنا فهنعمله افلوض ونرفعه مع بعضينا اهو وقول له اوبن بالشكل ده رائع جدا اصدقائي اتلاقي انه الكفر على اليمين سمع معنا ولو نزلنا تحت كل تعديلها بنعملها بتظهر في الخانة الخاصة بالبروفيو عشان تشوف شكل المنتج الرقمي بتاعك بيبقى عامل ازاي طب ننزل ونكمل مع بعضينا اللي دي كده حلو قوي هنا انا عاوز الكلتو اكشن لما العميل يشوف المنتج بتاعي يقول ان هو بايزيس يزهل له كلمة بايزيس ما يزهلوش اي كلمة تانية السمري دي بتاخد نفس العنوان بتاعك تحطه هنا السمري دي بيقوله انت هتحصل على ايه هتحصل على قوايف مكون من خمسة وعشرين صفحة تلوين ده مهم جدا جدا حلو قوي شباب هننزل تحت دي مش تعمل فيها اي حاجة مش تعمل اي حاجة في الكلام ده السعر احنا حددنا خلاص فمش نعمل اي حاجة جماعة هنيجي بس نفعل الاختيار ده اللي هو بيسمح للعمل ان هم يشتروا اكتر من آآ نسخة آآ للمنتج الرقمي بتاعنا فدي مهم جدا 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 بعد كده عاوزك تدوس سيف اندو كوتينيو من فوق على اليمين حلو قوي هنا هنبتد ان احنا نرفع الملف الرقمي بتاعنا من كلمة آآ ابلود فايلز ونرفع من الكمبيوتر بتاعنا او الموبايل بتاعنا الملف الرقمي بتاعنا حلو قوي بعد كده نستنى ان هو يخلص طب شباب ملحوظة وكويس ان الموضوع ده حصل معي دلوقتي عشان ممكن يقابل حضراتكم ان احيانا بتيجي ترفع البيدي ايف يفضل بيحمل معاك كده وما يبقاش موجود على آآ جمرد او ما يترفعش معاك احيانا بيتقابل واحيانا بيبقى في المشكلة دي ده بيبقى مش عيب في جمرد لا هو فيه ضغط كبير جدا في السيرفر الناس كتير عاملها ترفع منتجات فممكن الموضوع بياخد منك الحل هنا ان انت ترجع تاني على كنفا وبدل من انت كنت بتنزل التصاميم بتاعتك كبدي اف لا اعمل فايل دوي النود ونزلها كلها جي ب جي نزل الواحد وعشرين صفحة اللي عندك كلهم او الخمس وعشرين صفحة كلهم عبارة عن صور بعد كده بترجع على موقع جمرد وترفعهم على هيئة صور من هنا خلينا نعمل ده ونعمل ابلود وننفع الصور كلها اهو بالشكل ده قدام حضراتكم مثلا على سبيل المثال دي الصور ان انا نزلتها من كنفا خلاص اتلاقي ان هي كلها هتترفع بدون اي مشكلة على الاطلاق وزي ما حضراتكم شايفين معي يعني ادي الصور الاولى التانية التالتة كلها خلاص بتترفع بدون اي مشكلة ادي الرابعة هيحملها برضو كلها مش هيبها فيها اي مشكلة على الاطلاق لحد ما يخلص الصور كلها قدام حضراتكم ايه رأيكم نطرح سؤال جي باوي والمسابقة الاسبوعية بتاعتنا واللي قميتها عشر دولار وتقدم لفايزين اثنين كل فايز بيحصل على خمسة دولار وشروط الجي باوي مرة اخرى للتسكيل ان حضراتكم بتعملوا اللايك للحلقة اشتراك في القناة وتفايل زر الجرد وان حضراتكم بتجاوبوا على سؤال الجي باوي اللي هتراحوا على حضراتكم حالا وسؤال الجي باوي بمنتهى البساطة بيقول ما هو المنتج الرقمي الذي تم شرحه في حلقة اليوم ما هو المنتج الرقمي الذي تم شرحه وتوضيحه في حلقة اليوم كل العليكي صديقي انك تجاوب تحت في التعليقات وتطبق شروط الجي باوي كلها بمنتهى البساطة طيب احنا كده خلاص العشر صور بتاعنا تقريباً يتحملوا مفيش فيهم اي مشكلة زي ما انتا شايف طيب جميل شباب دلوقتي انا خلاص حطيتهم كلهم سميتي الفولدر اللي كل الملفات بتاعتي فيه اسمه coloring pages ده الفولدر اللي العامين هيتشوفه لما يدفع لك الفلوس ويقدر ان هو ينزل المحتوى بتاعه بعدما خلصت هقوله publish and continue جميل كده الشباب قال لي publish تخلاص اصبح المنتج الرقمي متوفر على منصة جمرد على البروفيل بتاع حضرتك بدون اي مشكلة على الاطلاق وده اللي يهمنا يا جماعة في الموضوع ده طيب شباب دلوقتي اول حاجة انا عاوزك تعملها صديقي انك بتخلي المنتج بتاعك قابل ان الناس تيجي تسوق للمنتج ده وتاخد commission عليه طيب بتاعمل حاجة زي كده ازاي ونزلنا تحت كده بتدوس على الفروفيل بتاعك ويتدوس على كمة افليات طيب روح تل الصفحة دي انت دلوقتي عندك المنتج ده عندك اكتر من المنتج فانا هفعل للمنتج ده بس طيب هحط commission بتاعي هنا ايه عشرة في المية اي حد هيسوق للمنتج بتاعي هياخد هامي الشبح عشرة في المية ولكن عشان اخليني مميز والناس اللي لما تيجي تساوى تلاقي ان هي ممكن تربح من وراي اكتر ممكن ان انا اخليها هنا خمسة وعشرين في المية commission وبالتالي دوت هيساعد ان الناس مركز على المنتج بتاعي ان هي تسوق عشان تربح من وراه وفي نفس الوقت انا هحقق مبيعات كتيرة اقدر اربح من وراه فدي تركيا حلوة قوي لازم ان انت تشتغل عليها وبرضو فعل الاختيار ده عشان الناس تقدر تشوف المنتج بتاعك في النظام الافليل بتاع جمرد وتقدر ان هي تسوقه فدي كانت اهم جزئية لازم تبقى تعرفها وانت شغيل على موقع جمرد الشهير عشان تقدر تحقى مبيعات كويسة جدا وتحقق ارباح كويسة جدا ودي تركيا محدش بيتكلم عليها ابدا للأسف ولكن هي من اهم الادوات اللي بتساعدك في تحقيق ارباح اما بقى شباب بالنسبة للطريقة الاهم بالنسبة لي هي ازاي ان انت تروج للمنتج بتاعك على هيئة ارتيقل انا هنا على ميديم زي ما انت شايف انا حطت العنوان بتاعي بتاع البرودكت اعطت هنا اللينك بتاع المنتج نفسه ظاهر على جمرد بالطريقة اللي انت شايفها دي فاصبح ان الناس تقدر ان هي تروح هناك وتشتري المنتج بتاعي حاطت لهم ثلاث امثلة من داخل المنتج بتاعي طبعا انا حطت الامثلة مش اللي على قنفا انت بتحط الامثلة بتاعتك اللي انت عملتها على قنفا اللي هي من فوق عليها الاسامي بتاعت الاشكال وكلام ده بعد كده كتبت ارتيقل لطيفة اقصيرة كده وتحت منها عملت كليك توهير كهايبر لينك عشان برضو الناس لما بتقرأ عن مميزات المنتج ده لو دست هنا تقدر ان هي تتوجه ايضا بصفحة المنتج وتبتد ان هي تشتريه طيب عملت حاجة زي كده ازاي يا مبارك من البداية اقول لك اقول لك يا صديقي خليني ان انا امسح كل حاجة انا عملها هنا ونيجي مع بعض نحط في البداية اسم المنتج فباجي كده اخد عنوان المنتج بحطه هنا على موقع ميديا بطبع الموقع ميديا من اشهر المواقع اللي انت ممكن تسوق عليها فاجي هنا من علامة البلس واختار الامبيد ايكون اللي هي العلامة دي اه شباب وابتدي ان انا هلجع تاني على المنتج بداية اخد اللينك بتاعه كده وبعد كده بانرجع وحط اللينك هنا واقول له هتلاقي ان هو اظهر لهنا الصفحة الخاصة بالمنتج بتاعه تحت العنوان طيب هنا محتاج ان انا هحط او امثلة من داخل الملف الخاص بيا فباجي كده اقول له على علامة الزائد الصور وابتدي ان انا ارفع تلات امثلة واحد اتنين تلاتة وممكن اربعة كمان وقول له اوبين هيبطي ان هو يروسوهاري زي ما انت شايف كده بعد كده بنزل على السطر اللي بعد ذلك وقلت الشاتر بتيبنيعا على المنتج الرقمي اللي انا انشاته لو سمحت اعمل لي اتراكتيف ارتيكال او مقالة جذابة الناس بتدور عليها الناس بتبحث بها عشان تدر ان هي تشتري النوعية دي من المنتجات وبالفعل اداني الارتيكال دي باخدها كده النسخ وارجع كده احطها لصق بالشكل اللي انت شايفه دي هتلاقي في الاخر مديني سطر بيقول للشخص اللي بيقرأ المقالة دي لو انت عاوز تحصل على النسخ ايضا من الصفحات التروين دي اضغط هنا فاكليك هير دي انا بحولها الهايبر لينك بعلم عليها كده بيظهرني العلامة دي بدوس عليها وهنا بقدر احط لينك المنتج بتاعي برجع كده تاني على جملة اخد لينك المنتج بتاعي برجع على موقع ميديم تعنم تاني على كلمة كليك هير حولها الهايبر لينك احط لينك بتاعي وقول له انتل اصبح ان ده هيبال لينك اصبح ان انا عندي ارتكال مهمة جدا جدا الناس بتقدر انها تقراها وفي نفس الوقت بجزب مئات الالاف من الناس المهتمية بالنوعية دي من المنتجات لأولادهم وابنائهم وبالتالي دي وسيلة مهمة جدا لتحقيق ارباح بعد ما حضرتك خلصت يدوس على كلمة بعد كده اصبحت الارتكال بتاعتك تم نشرها بنجاح على موقع ميديم بالشكل اللي ظاهر قدامك ده اي حد هيبتدي ان هو يدوس على الجزء اللي ظاهر فوق كده هيبتدي ان هو يروح لصفحة شراء المنتج دايما انت شايف معي دلوقتي ويدفع الرقب ده ويشتريها او ان هو وهو بيرى الارتكال نزل لتحت خالص كده داس على كلمة اه كليك هير اللي احنا حولناها الهايبر لينك هيبتدي يواتي ايضا مرة اخرى لصفحة شراء المنتج بتاعنا وبكده لماذا شباب اكون وصلت مع حضراتكم لنهاية الحلقة اتمنى تكونوا استفدتم منها اتمنى الحلقة اضافت لحضراتكم مزيد من المعلومات المهمة اللي تساعدكم في تحقيق ارباح بشكل مجاني تماما من على الانترنت لو في اي حاجة وقفة معكم سبوها في التعليقات تواصلوا معي على الفيسبوك والنهارة ان شاء الله صلى 11 ونص مساء او 12 هبتدي ان انا اعلن عن الفائزين بالمسابقة الاسبعية السابقة على التليجرام والفيسبوك شكرا للمرة اخرى لدعمكم المستمر اشوفكم ان شاء الله على خير في حل اشتركوا في القناة